شهدت حصيلة كورونا في الأردن اليوم انخفاضاً في عدد الإصابات مقارنةً مع يوم أمس عدد الوفيات المسجلة اليوم بلغ ست حالات فيما بلغ عدد الإصابات الجديدة 286 وبعد إجراء 9797 فحصاً مخبرياً وصلت نسبة الإيجابية منها إلى 12% تقريباً عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات وصل إلى 481 أما الحالات الناشطة فوصل عددها إلى 7779 ووصل عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح إلى نحو 3.391.000 وعدد الذين أخذوا الجرعة الأولى من اللقاح فقد وصل إلى أكثر من 2.271.000 مقابل نحو 1.932.000 أخذوا الجرعتين ترجمة نانسي قنقر